الحمد لله والصلاة والسلام على سبيلنا وولادنا سببا وعلى آله وصحبه ومن ولا في هذا اليوم المبارك العظيم لأشهر ربيع الأمر الأزهر ومع ذكر ميلاد مصطفى صلى الله عليه وسلم نعيش هذا اليوم بطريقة شرعية نرجو أن تكون في ميزان حسناتنا وأن تأخذ بأيدينا إلى معي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجه باحتفالات في المغرب الشريف متعددة طالبة العلم يحتفنون بالأقراء والتدريس وبإقراءات الأحاديث النبوية والسيرة النبوية العظيم يتذكر ومراضنا عندما نقرأ السيرة والسنة وعندما نحتفل بميلاد مصطفى صلى الله عليه وسلم أن نتمثله بالضاعة وأن يزيد حبه في قلوبنا لأن هذا الحب ليس أمرا سهلا وإذا ذاقه الإنسان لا يستطيع أن يفارقه أو يعيش بدونه فالإنسان يجرب نفسه إذا قضف الحب في قلبه وبسن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لا يستطيع أن يتنفس دون أن يكون فيه جن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم الذي جاء رحمة للعالمين وقبل أن نبدأ في إقراء هذا الكتاب وهو في السيرة العطر والشمال الطيبة البايرة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مختصرة وهو كتاب جنير كما قال صاحب الأصل الإمام المناوي جنير بأن يفرد في أخر لنعرف شمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الظاهرة والباطنة الخلقية والخلقية فإذا عرفناهم وعرفنا هذه الصفات عصى الله عز وجلت أن يؤمن علينا بأن نرأه حتى في النوم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به والإنسان عندما يرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أي واحد يراؤه عندما يستيقظه في الصباح كم يطير فرحا والدنيا كلها لا تسوى شيئا في جنب رؤيته لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشيء ليس عجيب يصحيح ما مسلم عدالي أغيرى حتى نعرف ما قيمت أن ترى أطلعة البهية من سيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا النبي العظيم في غلافي في آخر الكتاب كلمة قلتها عندما شعرت بها عظيمة لنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل هو رجل كل دجونه جاء للعالمين للكافر والمؤمن للمطيع والعاصر الغني والفقير الصحيح والسقيم المتعلم وغير المتعلم لكل البشر جاء يحمل الضعيف من ضعفه وجاء يحمل قوية من نفسه ويقويه لذلك قلت ليس الشأن أن تحمل الضعيف ولكن الشأن كل الشأن أن تحمل الضعيف والقوي أحمل تساعد فتحمل الضعيف لتحميها ويحتاج لما يرساعد ويحمل القوي وتحمل القوي لترقيه يرقيه في الدرجات يزيده في قوته وهذا مقام الأمل من الأولياء تشبها بسيد المصل والأنبياء صلى الله عليه وسلم كما ورغ في صحيح الإمام المسلم نأخذ من أحرسهم بالكتاب السنة ونعرف كم قيام قدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث يقول قرصها إلي أن اقرأ القرآن على حرف سيدنا جبريل نزل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ القرآن على حرف بطريقة واحدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمتي يا ربي طريقة واحدة لا تكفي نريد طرق متعددة حتى تكون الطرق المؤذية إليك متعددة فترحم الخلق لك قال اقرأه على حرف واحد قال يا ربي قال اقرأه على سبعة أحرف بطريقة بسبع طرق قراءة القرآن يكمل الحديث ولك بكل ردة فرددتكها كل سؤال سألت ولم ألبك فيه يا محمد لك دعوة أجيبها فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أمثل ثلاث مرات مرة واحدة لا تكفي مرتين لا تكفي ثلاثة لا تكفي فنزل سبعة أحرف فله ثلاث دعوات الثلاث دعوات ليست له وإنما لأمته ولكن اختص اثنتين من الدعوات بالضعفات والضعيف هنا ليس بمعنى أنه ضعيف الجسم ولكن ضعيف الطاعة بمعنى أنه يفعل المعاصي ويقترفها لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء حماية لصاحب المعصية أكثر من صاحب الطاعة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن اختبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وفي رواية إن اختبت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي هم الذين هتجونني يوم القيامة فهنا الثلاث دعوات أول دعوة الله مغفل أمتي آهل المعصية ثاني دعوة الله مغفل أمتي بين الطعفات وإحنا قلنا نوجاء للأقويات لأصحاب الطاعة ليرقيهم يعليهم في الدرجات في الحديث قال وإن اختبأت الثالثة ليوم يرغب لأي فيه الخلق حتى الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا إبراهيم يرغب ويلوذ ويلجأ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من هنا الإنسان يفرح بإسلامه لماذا يفرح بإسلامه لأنه بإسلامك يكون فيك شيء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك في الآيات الكريمة عندما تقرأ عن أهل الجهة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن فيكم رسول الله كلمة فيه ليس معكم ولا بينكم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ما شيء أنت معهم أو بينهم وكيف تغفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله لماذا كلمة فيه علماء اللغة والمصول يكون في هذه للظرف والظرف هذا يأمى ظرف بسموها ظرفية حقيقية أو مجازية معنى الظرفية الحقيقية إيه يقول أن يكون للظرف احتواء إناد يكون للظرف احتواء يعني يحمل الشيء يوضع فيه ويحتويه ويكون للمظروف الذي بداخله تحيز فإذا كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز يعني أحيز في الكم جوضع وأن تكون الظرفية حقيقية فيكون أقول الشال أو الماء في القوب كلمة فيهنا ظرفية حقيقية يعني هذا القوب يحتوي الماء وإنما إذا خرج عن أنه أن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز إذا اختل شرط من الشرطين تكون ظرفية مجازية بمعنى أنه يكون مثلاً للمظروف تحيز واعلموا أن فيكم رسول الله إذن رسول الله هنا متحيز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حيزاً من الكم ولكن فيكم فينا نحن كيف هل نحن نستطيع أن يدخل فينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إذن هنا الظرف ليس له احتواء فتسمى الظرفية مجازية فنقول يعني إيه الظرفية المجازية يقول إذا أعياك اللفظ في الخصوص إذا أعياك اللفظ في الخصوص بأن تنزل اللفظ على وجه الخصوص فاذهب إلى العموم طالما كانت هناك علاقة بمعنى طب معنى واعلموا أن فيكم رسول الله هو لا قال لا يعني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من لوازم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الإنسان يعرف إن بداخله شيء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الله عز وجل ما من مسلم إلا وفيه شيء من سيدنا رسول الله ولو كان مجرد الشهادتين إن انت تقول أشلوى لا إله من الله وأشلوى إن سيدنا محمد رسول الله كذا في قاسم مشترك بينك وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سألت جاءوا عليكم أن فيكم كيف تقفلوا بأن تدوك عليكم وفهم رسول وما كان الضغر يعذب من تفيه الشيء الثالث أو المقول الثالثة عندما لماذا نتشبس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نمسك به لأنه من أجل عين تقرم آلاف آلاف الأعين من أجل واحد يقرم آلاف ملايين لكن لا يوجد كلمة مليون ولا مليار فنضيف فنقول من أجل عين تقرم آلاف 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 الأعين حتى تكون مليارات أو دين المليونات وقد يعادل الشخص الكون كله يسويه وليس ذلك إلا لسيدنا رسول الله من أين أتيت بهذا؟ من كتاب الله عندما تقرأ في سورة الأنفال وَمَا كَنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ أنت هذه ضمير مخاطر لشخص واحد وَمَا كَنَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لازم يستغفروا جميعا حتى يرفع عنهم العذاب لذلك إذا كان يوجد قوم كثيرون والخبث تخر وواحد اثنين ثلاثة يستغفروا ممكن ينزل عذاب لا لابد أن كلمة هُم ليس شرط أن يكون في فرق بين الجميع والمجموع الجميع يعني لازم كلهم على فرض العين يستغفروا لا ولكن بالمجموع بالمجموع يعني أكثرهم غالبهم إذا استغفر غالبهم يرفع عنهم العذاب لذلك كيف تستدل من أجل عين تقرم آلاف آلاف الأعين وقد يعادل الشخص الكون كله وليس ذلك إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك الإفراد والجمع في قوله تعالى وَمَا كَنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ إِفْرَادُ وَحْدَكَ بِكَ أَنْتَ وَحْدَكَ أَرْفَعُ طب إذا سيدنا النبي سيبتخل رفق الأعلى وَمَا كَنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لَزِمْ جَمَاعًا يَسْتَغْفِرُونَ يبقى هو يساوي الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم من هنا نحن نحتفل ونحاول أن نذكر شيئا من سيرته ولا نلتفت لمن يتكلمون لاحتفال بالمولد وغير المولد وهذا لا يجوز لأن الفقه الأعور الآن الفقه الأعور بمعنى الناس الذين ينظر بعين واحدة على الشريعة لا بد أن ننظر بعينين هم ينظرون فأعطون يسلم لك أصل الاحتفال مشروع ولكن الكيفية فيها بدعة وغير المشروع طيب من أجل أن الكيفية فيها جيء من البدعة تمنع الأصل بالقلية فهذا في عراء لا أنا أمشي مع الأصلي الذي يقول بالجراز وأصحح الكيفية التي أحتفل بها بالمولد أو بغير ذلك من الأمور المباعة ونقول لهم ده أول من احتفل بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف في الحديث الصحيح كان يصوم يوم الاثنين والخميس لماذا رسول الله يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ده بيحتفل مش كل سنة ده كل أسبوع ذاك يوم ولدت فيه ده يوم الخميس قال ذاك يوم يرفع الله فيه الأعمال فأرجو أن يرفع عملي وأنا صعيم يبقى يحتفل كل يوم اثنين بالصياب لماذا؟ لأنه ولد فيه هذا اليوم يبقى فيه عود عود كأنه فيه نوع من العيد العيد بمعنى العود بعود يعني ايه؟ فترات متساوية الاثنين الاثنين أو الاثنين والخميس والاثنين والخميس أول اتنشر ربيع أول اتنشر ربيع أول اتنشر فيسمى عود واحتفال تعود إليه لتحتفل به في نفس الزمان يبقى سيدنا كان بيحتفل بميلاد نفسه بطريقته وهي ايه؟ وهو عنده مؤدب عنده أدب عالم ويقول العلماء في القاعدة الأدب مقدم على الانتثال للأمر بمعنى ربما سيدنا النبي أنا أحتفل بعيد الله بنفسي فأحتفل أجيب حلاوة وأعمل فرح لا وإنما أحتفل وأتوجه بالشكر لله عز وجل الذي أنعم علي بنعمة الإيجاد في هذا اليوم فأشكره بالصيام الذي يحبه يبقى ساعتها أفعل الشيء الذي يحبه الله لأن الشيء مرتبط بسيدنا النبي إنما له مرتبط بغير واحد يقول أن أحتفل بميلاد الصالحين فلان أو فلان أقوله احمل ما تشاء وافرح وامرح طالما في دائرة المباحة المتالة إنما عندما يتعلق الأمر بنفسك قد سلطا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إبقى هنا أنا ألتزم الأدب مع الله عز وجل أكثر من الالتزم بالأمر فأقول إن أنا أصوم لله عز وجل لا أفرح ولكن أفرح دائما إبقى هنا وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الإيجاد أوجده الله لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الإمداد أرسله إليك بكتاب مبين وبشريعة حكيمة ليخرجك من الظلمات إلى نظر يبقى خرج بالشعر وجاء وخرج بالشعر يبقى نعمة الإيجاد أن أوجد هذا النبي الكريم ونعمة الإمداد أن جاء بشرع يأخذ بأيدينا من أنفسنا إلى الله عز وجل بهذه الطريقة ونرى في أذننا هذه الآيات ولماذا ذكرت وعلموا أن فيكم رسول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كيف تقفرون بالله وكيف تقفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله لماذا هذه الظرفية المجزية الظرفية المجزية حتى كل واحدة تعلق في يمين فهي المجاز علاقاته كثيرة فبعضهم يقول فيه إيه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم يقول فيه الطاعة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه المحبة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه التوقير من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء ده فيه الشهادة التي أتشهد بها أشدوى لا يرشان محمد رسول الله من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جاء على ذلك الظرفية مجزية لتكون دوما لك عراقته مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن أطيل في هذا الأمر حتى نقرأ الكتاب لأنه كتاب مبارك مختصر ونجمع فيه بين السيرة أو مغتطفات كبيرة من السيرة النبعية ومن شمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس المرات نقرأ السيرة والشمائل لنتمثل ونمتاثل عندما تقرأ نص شرعي عند أمور ثلاثة بعد القراءة والتأمل التعلق تتعلق به من غير ما تتحقق به من غير ما تفعله أنا مرتبط بالقراءة الناس نحب كلها وقد لا يعلمون القراءة بس اسمه تعلق يكون لك تعلق قلبي بسيدنا النبي صلى الله بالسيرة والشمائل بعد التعلق يأتي التخلق فأنت تتخلق بما جاء من صفاته الشريفة المنيفة تتخلق بها تفعل مثلها وبزءا منها وبعد ذلك بعد ما تتخلق نخلي بالك كلمة التخلق فيها تفعل تصنى يمكنك تتكلف أن تعمل مثله ثم يأتي بعد ذلك التحقق يعني أنت تكون بقى متحقق بهذا الأمر وده الأمر خليل من الديرة مرتارطة علم اليقين هو التعلق وعلم اليقين هو التخلق وحق اليقين هو التحقق فعندما أنت تعلم أن هذا القرآن هو التعلق به علم اليقين فالله سبت بدليل قطعه وعندما تتخلق حتى ولو كان التخلق فيه تكلف بس تعمل هذا يسمى عين اليقين يعني أمام عينيك أنت بتعمل هذا الأمر أمام عينيك بعد ذلك التحقق له حق اليقين أن الشيء يخرج منك أنت مع زيادة يقين في قلبك فهو عين اليقين لأنك تشعر به لذلك لما جه ليس الشأن أن تكون مؤمنا وإنما الشأن أن تذوق حلاوة الإيمان أنت تتزوق حلاوة الإيمان إنما الإيمان كن يدعي في الإيمان إنما زوق حلاوة الإيمان المرتبطة بالوجدان الشيء الذي يرتبط بالوجدان لا يفارق شيئاً أبداً بعد ذلك لذلك لما جاء سيدنا النبي صلى الله عليه حديث الإمام الدخالي لسيدنا عمر وقال يا عمر لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه ورعي سيدنا عمر ألو بالله يا رسول إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي فلما إلا من نفسي يبقى هنا ما الوجدان لم يمتلك بحب سيدنا النبي صلى الله عوزين حق اليقين فرح سيدنا النبي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك في الحديث ما ورد إن الحديث ورد في يومين ورد نفس الحديث قال الآن أنا أحبك أكثر من نفسي يا رسول الله فلما يجن علماء العارفون يعني هو الوجدان ممكن ينقلب في أقل من اللحظة قالوا نعم انقلب ولكنه انقلب لعمر ببركة نظرة سيدنا رسول الله نظر إلى قلبه فغيره بعد أن كان يحبه ثلاثة أربع إلا من نفسه صار يحبه أكثر من كل شيء ولذلك من هنا جاءت عن دولاء الصوفية التربية بالنظرة ينظر إلى الإنسان فهجعب إن بالنظرة معناها معناها إن من قصرة طاعة الرجل الصالح الولي تنينخيل وصره على مصيرته قصرة الطاعة فصرت الأمور الغيبية بالنسبة لها كأنها مجهدة كأن يوم القيامة أمامي زي ما الصحابي قال كأن القيامة أمامي والجنة عن يمين والناعة فهنا إذا تمكنت هذه المعاني من الإنسان من القلب يسمى فينخرب البصر إلى البصير فينشع من البصير إلى البصر فيكون في البصر قوة إيمان فينظر الشيخ إلى مريده فيغير حالة فيسمى هنا التربية بالنظرة وهذا ليس شيء عجيب هو في السنة النبوية قل الله أصرح في المخالي المسي إيه الغرب إن إحنا نقرأ السيرة والسنة النبوية والشماء المحمدية عشان حاول تتمثل هو شكل سيدنا النبوية والسنة النبوية مع إنه فوق كل شكل وجمال فلما أنت تعمل كذا شوف الإنسان لما تراعي نفسك إن تشيل بتحبه بس دا عند أهل الوجدان لما تشوف حد جيده بتحبه وتراحي سيزا تجد قلبك قلبك يخفق بحسن خفقان بحسن خفقان أمور كونية ليست بإرابتك طيب ما سيدنا النبي بيذكر بحسن خفقان في القلب القلب كده يتحرك فلو تحرك يبهين معناه أن فيك نوع محبة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يفرح بحسن نقرأ السيدة عشان نتمثل وينشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعل لك تراه في الرؤية وإنسان يراه على غير هياته الوالدة في بطب السيدة والشمال نعم رأيت سيدنا النبي الحديث عال من رآني في الملام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وفي رواية فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي وفي رواية فسيراني يوم القيامة فهنا عندما يرى الإنسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ياته الوالدة يقول العبرة بالرأي وليس بالمرأي يعني المشكلة فيك أنت وليس في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علاقتك بي فيها خلق ولكن عندك خير وبطية خد أنك رأيك حتى طرى صورة نشر كما راض وصفه في كتب السيرة والسنة المشرفة فإن وجدت ذلك فعليك أن تترقى أهو أن نشوفه في النوم نرى سيدنا في النوم بعد ذلك نترقى فنراه حتى على خير هاياته إلى أن يطل نترقى نترقى حتى نرى طلعته الشريفة ومحياه الباهر واضحا عيانا بيانا أمام أعيين كأدك تراه يقاضة رأي العين ساعتها الإنسان يطلح فرح شميلة وهذا يتأتى بماذا؟ بكثرة النظر وقراءة القراءة في السيرة النبوية الشريفة وفي الشمائل المحمدية في كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الدمشق وقال رجلا صالحا ليكون هو بيحكم بيقول إن الإنسان قال واحد من العلماء اعترض فاعترض على الناس إيه الاحتفال بالله لهذا بدعة الاحتفال به ولا يفرح حتى لو احتفدوا لا تفرحوا فالشيخ الصالحي حزم صاحب الكتاب يقول نمت فجاءني رسوله ما جاء للعالم وإنما جاء لهذا الرجل المحب وقال له كل هذا الذي يدعي العلم من فرح بنا فرحنا به يعني إذا فرح بنا في الدنيا فرحنا به في الدنيا وسيرى مآل وأخر ذلك في الآخر كل هذا بالغراءة السيرة النبوية والسنة النبوية المضخرة فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى نأخذ إجازة في هذا الكتاب بسندنا المنتصر إلى الإمام عبد الرطوف ابن تاج العالفين المناوي صاحب فيد القديم وصاحب طبقات السادة الصوفية الكواكل الدورية في طبقات السادة الصوفية وصاحب فرح القديم وصاحب تنسير العزيز الحميد أو كتاب التنسير في شرح الجامع الصغير للإمام السيوتي وله كتب كثيرة في شرح الحديث بالذات وله كذلك كتب فيه التصوف رائقة وفائقة بأسنين المتصلة إلى الإمام عبد الرعوف المناوي وسنذكر طرق هذا الإسنان إلى الإمام المناوي بهذه الإجازة وأنه من طريقين من طريقة بابولي ومن طريق المقر والمقر عشان حتى نصححنا في الإجازة بعضهم يقول المقرين وبعضهم يقول المقرين فالصحيح هو المقرين 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 بفتح المين وتجديد مقاف مع فتحها وكسب الرائي لأنه بعدها المقرين لأنه منسوم إلى مقرح مقرح بالسكون هي بلدر أو مدينة في المغرب وقيل هي قرب قلعة بني حمات في المغرب فالنسبة لأنه المقرين ولكن يقول المرتدى الزبيب في تاج عروس لقد اشتهر الآن وعرف وتوتر عند العلماء أنا لأقول المقرين المقرين فنقول الشهاب الدين أحمد بن محمد ابن أحمد المقرين صاحب نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيم فالنسبة هنا بفتح القاف المشددة المقرين ليس المقرين 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 فلابد المصححة ففي من طريق البولي والطريق المقرين وقلاهما المقرين والبولي عن الإمام الحافظ عبد الرؤوف المناوي رضي الله عنه ونفعله للطاقين فنقول في الكتاب في الصفحة في الصفحة السابعة نقرأ سريعا حتى لنأخذ وقتكم ولكن لابد أن نتمنى وتقرأ وإنت تتمثل كأنما تنظر إلى سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى ودفعنا به في الضرين في أول كتابه الباب الأول في سرطه من ولادته إلى وفاته في سرطه صلى الله عليه وآله وسلم من ولادته إلى وفاته ذكر نسابه وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عاشر بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فكر بن مالك بن النضر بن كنانا بن فزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا مجمع عليه ورفع نسمه إلى آدم كرهه الإمام ملك رضي الله عنه وغيره لعدم ثبوته ولد بمكة من شهر ربيعه الأول يوم الاثنين عمل فيه ورأت أموه آمنة حين وضعته نورا خرج منها أضاءت له قصور بصر أي بالشام ووضع وبصره مرتفع إلى السماء ومات أبوه وعمره عاما وثلث وقيل كان حملا والرجع عند العلماء لأنه كان حملا وأرضعته سويبة جارية عمي أبي لهب وبعدها حديمة السعدية فقام عدها في بني سعد أربعة أعوان فأتاه جبريل عليه السلام فشق صدره فخفر عليه فردته إلى أمه فخرجت به إلى المدينة لزيارة أخوانه فمرضت وهي راجعة به فماتت ودفنت بالأبوال بين المدينة ومكة وعمره نحو ست سنين صلى الله عليه وماتت وماته فحررت أمه أيمن إلى جده عبد المطالب في مكة فكفله إلى تمام ثمان سنين ومات فأوصى به إلى عميه أبي طالب فافتخر بشرف كفالته وتربية وأمر الله تعالى شأنه إسرافيل عليه السلام أن يقوم بملازمته فكان قرنه إلى أن تم له إحدى عشرة سنة ثم أمر جبريل عليه السلام بملازمته بطريق المرافقة والمقارنة والحف لكن لم يظهر له ولم يكلمه وسفر مع عميه إلى الشام حتى وصل بسر فرأى بحير أرهب فرأى منه علامات النبوة فقال لعمه ارتع به لألا تقتله يوم وكان عمره ثم عشرة سنة ثم صافر للشام مع ميصرة في تجارة لخديجة فباع واشترى فرأى منه ميصرة ميصرة العجالب وما قص به من المواد فأخبر خديجة فخطبت فتزوجها وهو ابن خمس وعشرين ويمنت أربعين وصار يدعى بالأمين فلما تم له خمس وثلاثون بنت قريش للبيت واختلفوا فيه من يضع الحجر محله وتنازعوا ثم رضوا بأنه الذي يضع فوضعه بيديه وصار من يوم إذن يسمع صوتا أحيانا ولا يرى شخصا ثم صار يرى نورا صلى الله عليه وآله وسلم ولما قربت أيام الوحي أحب الخلوة والانفراد فكان يختلي في جبل حرار بالذكر ومن سعم أنه بالفكر لا التفات إليه لأن خلوة الله بطريق الحق على أنماع الأول أن تكون لطلب مزيد علم من الحق لا بطريق النور والفكر وهذا غاية مقاصر أهل الحق لأن من خارب في خلوته كون من الأكوال أو فكر فيه فليس في خلوة قال رجل لبعض الأكابر اذكرني عند ربك في خلوتك قال إذا ذكرتك فلست معه في خلوة وشرط هذه الخلوة أن يذكر بنفسه وروحه لا بنفسه ولسانه الثاني أن تكون خلوتهم لصفاء الفكر ليصح رضوهم في طلب المعلومات وهذه لقوم يطلبون العلم من ميزان العقل وذلك الميزان في ضاية اللقاء وهو بأذنى هوا يخرج عن استقامة وطلاب طريق الحق لا يدخلون هذه الخلوة بل خلوتهم بالذكر وليس من فكر عليه السلطان ومهلا وجد الفكر طريقا إلى صاحب هذه الخلوة فليعلم أنه ليس من أهلها ويخرج منها وأنه ليس من أهل العلم الصحيح إلى ذلك إذ لو كان من آله حالة العناية الإلهية بينه وبين دوران رصه بالفكر الثالث من أنواع الخلوات خلوة لدفع الوحشة من مخالطة غير الحس غير الجنس والشغل بما لا يعني الرابع خلوة لطلب زيادة توجد فيها وخلوة حضرة صاحب الرسالة سلطاء عليه وآله وسلم من النوع الأول فكان بعيدا من المخالطة حتى من الأهل والمال واستغرق في بحر الأفقار القلبية فانقطع عن الأضاد بالكليلية فظهر له الأنس والجلوة بتذكر من له الخلوة وهو الله عز وجل ولم يزل في ذلك وبرئات الوحي تزداد من الصفاء والسقال يعني الشفافية حتى بلغ أقصى درجات الكمال والمراض فظهر التباشير صبح الدجا وأشرقت وانتشرت بروق السعادة وتألقت وصار لا يقر بشجر ولا حجر إلا بقال بلسان فصيح السلام عليك يا رسول الله فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شبحا ولا خيالا فبينها هو كذلك وذلك عند مضي أربعين عاما من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم قائم على جبل حراء إذ ضرر له شخص فقال أبشر يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله لهذه الأمة ثم أخرج له قطعة نمط من حليل مرصعة بجوهر فوضعها في يدي وقلط فقال ما أنا بقاره فضمه وغطه يعني شد في ضمه حتى بلغ منه الجهد ثم قال اقرأ فقال ما أنا بقاره فغطه كذلك ثلاثا ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم ثم قال انزل من على الجبل فنزل معه إلى الأرض فأجلسه على ضرموك وهو ستر ستر له قطيفة أبيض عليه توبان أخضران ثم ضرب برجله الأرض فنبعه عين ماء فتوضأ جبريل وأمره وليفعل كفعله ثم أخذ كفا من ماء فرش به وجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فيه ربعاته وقال الصلاة هكذا ورحبت ورحبت فرجع إلى مكة وقص على خليجة رجل الله عنها وقال قد خشيت على نفسي فثبتته وصدقته فكانت أول من آمن ثم آت به ورقة ابن نوفر فقص عليه وراء فصدقه فكان أول رجل آمن به وقال هذا من موس الذي أنزع على موسى عليه السلام ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم قال أوى مخرجيهم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوذية ثم أسلم علي وأهو بكر رضي الله عنهما ثم أقم بمكة الثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى الدين وكان يستقبل في صلاته بيت المقدس ثم بعد الهجرات حولت القبلة للكعبة ولما كثر المسلمون اتخذوا دار الأرقم فاختفوا فيها ثلاث سنين ثم أمر بإضرار الدين فدعا إلى الإسلام جهلا وأنزل الله القرآن فتحداهم بصورة من فلم يقدروا فمن قائل هذا سح ومن قائل في أذني وقر وأقر الوليد بالمغيرة والنظر وعقبة والأخنس وأبو جهل بأنه غلر مفترى وأنه ليس من كلام البشر لكن غلبت عليهم الشقوة واستهزأ به جماعة منهم فأولئوا وكفاه الله شرهم ولما فشل إسلام مشى قفار قريش إلى عميه أبي طالب وشكوا ما سمعوه منه من سب آلهاتهم ودمهنهم وتقرر ذلك وهو يضب عنه يدافع عنه وفي آخر المرار قال أعطنا محمد قالوا أعطنا محمد أن نقتله وخذ بل له عمارة ابن الوليد فتبناه وقال أقفل ابنكم وأعطيكم ابني لتقتلوا هذا صلى الله عليه وآله وسلم فمضى يجهر بالتوحيد فأجعى قريش أن يكونوا ساحر وقعدوا بطرق أيام الموسم يحذرون النسم فافترقوا وقد شع أمره وسأذكره فأخذوا في إدائه وتعديد من أسلم وطلبوا منه آية فأراهم من شقاق القمر فزاد الذين الأمن إيمانا والقفار طبيانا ولما اشتد على المسلمين البلاء هاجر جمع منهم من حبة شديد فأقاموا بها خمس سنين ثم بلقهم إسلام قريش فعادوا فوجدوه باطلا فرجعوا فعظمت معادات قريش له صلى الله عليه وآله وسلم ولصحبه فكتبوا كتابا ألا يناكئوا بني هاجر ولا يوالوهم ولا يبايروهم ولا ولا وعلقوه في الكعبات وحصروهم بالشعب ثلاث سنين وحتى اشتد لهم البلاء وسمع أصوات صبيانهم يتضاغون ينصحون ويقون من الجوع وأطلع رغن بيه على أن الأرض تاكبة أصغر داب أكلت ما في الصحيفة من جول وظل وبقي ذكر الله فأخبرهم فأخرجوها فوجدت كذلك وشلت يد كاتبها فقام رجال من القفار في نقضها فلبسوا السلاح وأخرجوهم ثم مات عموه أبو طالب ثم خديجة فحزن لذلك ثم بعد عام ونصف الأسر يديه من مكة للقدس على ظهر البراق ثم على إلى السماء ومعه جبريم فأتى الأنبياء كل واحد في سماء ففرحوا به ثم على إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام بالأقدار ثم دنا فتدل ففرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة فلم يزل يراجعه ويسأله التخفي بإنشارة موسى على نبيهنا وعليه أفضل الصلاة والتسليم حتى صارت خمسا فلما أصبح أخبرهم فسطقه الصديق رضي الله عنه وكذره الكفار وسألوه عن صفة بيت المقدس ولم يكن رأاه قبل فرفعه إليه جبريل عليه السلام حتى وصفه لهم فلم يمكن تكذيله لكن جحدوا علادة ولما اشتد أذار للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عرض نفسه على القرار يطلب من يرويه ويحميه ليبلغ رسالة أرضه فكل منهم يعرض ويأزه به حتى أتاح الله له الأنصار فصار الواحد منهم يسلم فيسلم جميع عشيرته ففشل الإسلام بالمدينة فهاجر إليها المسلمون وأراد أبو بكر رضي الله عنه ويهاجر فمنعه حتى هاجر معا فخرجا إلى غار ثور ومعهما عامل بن فهير يخدمهما وابن مريقة يدل على الطريق فسلفوا طريق الساحل وأعمى الله عنهم العدو فرأهم صراقة فتبعهم يريد قتلهم فدعا عليهم مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فساخت أي لرزت فرسه في الأرض فناداه الأمان يا محمد فدعا له فخاص وحلف ألا يذل عليه أحدا فرجع فلقيه الكفار ويأتبونه فقال ارجعوا فقد استبرأت لكم أي فتشت وبعت فلم أجد محمد ثم مروا بخيمة أمي معبد فاستسقوها لبنا فقالت ما عندي فنظر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى شات في كسب الخيمة في ناحية الخيمة فقال ما هذه قالت شات أضر بها الجد وما بها لبن فمسح ضرعها فحلبت وشرب وسافر حتى وصل إلى قباء يوم الاثنين من ربيع الأول فأقام بها أربعا ثم رحل يوم الجمعة فصلى وهي أول جمعة صلىها ثم ارتحل للمدينة فبركت ناقته بمحل مسجده الآن صلى الله وسلم فنزل بدار أبي أيوب حتى بنى مسجده ومنازل زوجاته وبنى صحبه حوله وكانت المدينة كثيرة الوباء فزال ونقل الله منها الحمى إلى الجحفة مكان قريب من مكة من طريق المدينة فأقام بها شهرا ثم نزل عليه إثمان الصلاة أربعا وأقام من ربيع الأول إلى سفر يبني مسجده وفي هذا العام في العام الأول كان ابتداء الأمر بالآذان وفي الثاني فرد الصوت وزكاة الفطر والمال وخولت القبلة للكعبة وغزى بدرة وفي الثالث الأحود والرابع بني النظيل وخسر الصلاة وخرم الخمر وشمع التيمم وصلاة الخوفين والخامس الخندق وبني القريضة والمصدرق والسادس العام السادس عمرة الحديبية وبيعة الرضوان وفرض الحج وفي السابع خيبر عمرة القضاء والثامن وقعة مؤتة وفتح مكة وحنين والتاسع تهوه وحجة الصديق رضي الله وعليه ويسمى عام الهفوه والعاشر حجة الوداع والحادي عشر وفاته صلى الله عليه وعليه وعليه وآله وسلم الباب الثاني في صفاته الظاهرة كان صلى الله عليه وآله وسلم ربعة معنى ربعة لا بالطويل ولا بالقصير لكنه إلى الطول أقرب بعيد ما بين المنكبين أزهر اللون البيض عظيم الهامة الرأس واسع الجبين أزج الحاجبين يعني مقوس الحاجبين أبلج ما بينهما كأن ما بينهما الخطة المخلصة أدعج العينين أي كحيل العينين ما أدعج العينين فيهما تبوج من حمر مفلج الأسنان بينهما مسافات يفتر عن مثل حب الغمام شعره غير وجعد ولا قطط لا هو ناعم ولا هو خشن بل وسط أحسن الناس عمقا لا ينسو إلى طول ولا قصر ما ظهر من عمقه للشمس والريح كأنه إبريق فضة مشر ذهبا عريض الصدر لا يعجو لحم بعض بدنه بعضا كالقمر في بياضه يعني لحم بطنه مرسول ما بين لبته وصرته بشعر كالقضيب ليس في صدره ولا بطنه غيره وله عكل ثلاث يغطي الإذار منها واحدة وتظهر اثنتين وكان عظيم المنكبين أشعرهما ضخم رؤوس العظام يعني عظام المنكبين واليدين والرجلين واسع الظهر بين كتفي خاتم النبوة مما يلي منكبه الأيمن فيه شامة علامة سوداء تضرب إلى صفرة حولها شعرات متوالية كأنها عرف فرص عبل العبدين يعني غريض وضخم العبدين والذراعين طويل الزندين الساعد مع اليد رحب الراحة سائل الأطراف طويلها كأن أصابعه قضان فضة كفه ألين من الخز من الحليف كأنه كف عطار من رائحة المسكفي يضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها على رأس عبل ضخم ما تحت الإزار من الفخد والساء معتدل الخلق في السمن بدنا يعني زاد لحمه في آخر عمره وكان لحمه متماسكة يكاد يكون على الخلق الأول لم يضره السن لم يؤس فيه تقطن السن وكان يمشي كأنما يتقلع من صخر وينحد من صبب يخطو تكفيا مال للأمام ويمشي حونا في طواضع بغير تأخطر إذا التفت التفت جميعا ولا يلوي عنقه عرفه رائحته كاللبلء في البيار والمسك في الريح يقول ناعده واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم الباب الثالث في صفاته الباطنة وأخلاقه الظاهرة وآذاقه الباهرة صلى الله عليه وآله وسلم قد زينه الله بالخلق الكريم ثم أضاف ذلك إليه بقال وإنك لعلى خلق ناطيم فمن مكارم أخلاقه ومعاسم آداب أنه كان أحلم الناس وأشجعهم وأعدلهم وأعفهم وأجودهم لا يبيت عنده درغم ولا دينا وإن فضل ولم يجد من يعطيه وفاجأه الليل لا يؤوي منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاجه وما سهل قط فقال لا وكان أصدقهم لهجة وأشدهم تواضعا وألينهم عليكة وأقرمهم عشرة وأعظمهم حياء لا لا يثبت بصره في وجه أحد لا يثبت أو يثبت بصره في وجه أحد أسكت الناس في غير كبر وأفصحهم وأبلغهم في غير تطويل يقبل الهدية ولو جرعة لبن وفحذ أرنب ويكافئ عليها بأكثر ويكلها ولا يكل الصدق يغضب لربه لا لنفسه ينفذ الحق وإن عاد بالضرر عليه نظره إلى الأرض أكثر من نظره يا السماء خافر الطرف من رآه بنيهة هابة ومن خلطه معرفة أحبة رقيق البشرة لطيف الظهر والباطين يعرف في وتي غضب ورضاء وإذا أهمه أمر أكثر بالمس لحياته يتكلم بكلام بيين فصل يحفظه من سمع ويعيد الكلمة ثلاثا أحيانا لتعقل عنه وكان متواصل الأحزان دائما الفكر ليست له راحة في شغل دائما لا يتكلم في غير حاجة كثير البكاء والضراء يمشي مع المسكين والأرملة لقضاء حوائجه ويخصف أعلىه ويرقع ثوبه وينقل هوام منه ويحل بشاته ويخدم أهله ويمشي منتعلا وحافيا ويعود المرضى حتى بعض القفار وأهلا النفاع ويشهد الجنات ويزور قبول المؤمنين ويسلم عليهم ويستغفر لهم ويركم الفرس والبعير والحمار بإيكاف ببرزعة برباط وعريا من غير رباط لكن أكثر ركوبه للأولين الفرس والبعير وأما البغل فكان طليلا في ضر العرب لكن أهدي له ثرقلا ويركب منفلدا ويردف أحيانا خلفه عبده وزوجته وغيرهما ويجالس الفقير ويؤاكل المسكين ويكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف فكان يضوضع لأكابر القفار للتألف ولكونهم مظاهر العزة الإلهية ويقول إذا أتاكم كلم قوم فأكرمون ولا يواجه أحدا بما يقرهه ويمزح ولا يقول إلا حقا ويوري ولا يقول في توريته إلا صدقا ويجلس للأكل مع العبي ويأتي إلى فساتين إخوانه إقراما لهم ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس لا يهلوه شيء من أمر الدنيا لا يخاف لا يحقر مسكينا لفقره ولا يهالو ملكا لملكه ينعو هذا وهذا إلى الله دعاءا واحدا وقيل له درعاء الكفار فقال إنما بعثت رحمة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن فحاشا ولا لعانا ولا بخيلا ولا جمانا ولا صخابا مرتفع الصوت في الأسوار يختار أيصر النور ولا يضحق إلا ترسنا يعجب مما يعجب منه جلساء ويضحق مما يضحق ويغطرون ما كان منهم في الجاهلية فيبتسل قد وسع الناس خلقه فهم في الحق عنده سواء ومن تهر خادمها ولا قال لا ولا قال له في شيء صنعه لما صنعته ولا في شيء تركه لما تركته بل يقول لو قد دركان صلى الله عليه وآله وآله ولا ضرب بيديه أحدا إلا في الجهال مجلسه مجلس حلم وصبر وعياة من فارله لحاجة صارله يصبر معه حتى يكون هو المنصالف وما أخذ أحد بيديه فيرسلها حتى يرسلها الآخر ولا يجلس إلا على ذكر الله وكان أخر جنوسه مستقبلا محتبيا بيديه وكان حسن العشرة لأزواجه ويسوي بينهم في الإيواء والنفق وأما المحبة فيقول اللهم هذا قصني فيما أملك فلا تلني فيما تملك ولا أملك يعني المحبة والجناء وكان يبدأ من لقياه بالسلام حتى الصدياء ويبثر الداخل بوسادته ويبسط له ثوبة فإن آبا عزم عليه حتى يفعله ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق وإذا وعز أخمرت عينا وعلى صوته كأنه موثب جيش وإذا سر استمر وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وكان يقدم أصحابه أمامه ويمنع وليمشي أحد خلفه ويكون خل الظهر للملائكة فالله حميل وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحرظونه من أمر الله ولا يجزي سيئة بمثلها بل يعفو ويصفح جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التهمة الكاملة وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ نشأ ببلاد الجهد في فقر وفي رعاية الغلم يتيما من أبوين فعلمه الله مكارب الأخلاق وأدبه فأحسن تأتيبه صلى الله عليه وآله وسلم فصل في خلقه في الطعام وكان خلقه في الطعام أنه يأكل ما وجد ولا يتكلف ما فقد وإذا حضر طعام لا يرده وما عاب طعاما قط بل إن أعجبه أكله وإلا تركه وأكل لحمة إبن والبخر والغنب والدجاج والسمك والرطب والتمر وشرب اللبن حليبا ومنزوجا وأكل الخبز بدمر والخبز بخل والخبز بشحم وكبد الغنم الغنم مشويا والقديد والدباء وكان يحبها ويتتبعها من جوانب القصعات والجمر والثريد والخبز بزيل والخبز بزد وإذا لم يجد شيئا صغر حتى شد الحجر على بطنه وكان أحيان لا يجل من الدقل ما يملأ بطنه وكان يأكل لحم الطير الذي يصال ولا يبتعه ولا يصيده وكان إذا أتى طعامه بسط السفرة على الأرض وورعه عليها ولم يأكل على خوان ولا في سقجة ويأكل بثلاثة أصابع وربما استعانى بالرابع ونهى عن الأكل لأصبوع وقال أكل الشيطان والدين وقال أكل الأكل الجمابرة ويأكل اللقمة الساقطة ويقول لا تدعها للشيطان ويلحس القصعة ويقول تستغفر للاحسها ويتتبع أو يتابع ما سقط من السفرة ويقول من فعله غفر له ويسمي الله أول طعام وإذا فلا أحمله ولا يأكل متفئا بل مقعيا ويأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وآله وسلم ويحب النحمة ويعجبه الزراع وسم فيه يعني وضع السم بهذه الزراع والعجوة يحب العجوة والعسل والحلوة وأحب الفاكهة إليه العنم والبطيخ قال الغزالي وكان يأكل البطيخ بخبز وبسكر ويستعين بيديه جميعا وربما أكل العنم خرطا وكان أدخل طعامه الطمر والماء وكان يحب الهندبا والبقلة الحمقى ويرجلة وكان يعافوه الضب والطحال ولا يحرمهما وأتي بلبن وعسل في إله فرده وقال أدماني طعاماني في إله لا أقوله ولا أحرمه لكني أكره الفخرة صلى الله عليه وسلم وكان في بيته يوم ويأخذ ما يأكل بنفسه ولا يشتهي على أهل بيته طعاما ولا اقترحا وكان لا يأكل وحده ولا يجمع بين سمك ولبل ولا بين لبل وشيء من الحارض ولا بين غذائين حارين ولا باردين ولا قابضين ولا مسهلين ولا غلظين ولا بين لحم مشوين ومطبوخ وقديد ورطب وحليب ونحم ولا يأكل طعاما طعاما حارا ولا يابسا ولا بفيه عفونة كالملوحا وكان يدفع ضر بعض الأطعبة ببعض كتمر بزد وبالطيخ أو قثاء برطب وينقع الطمر ويشرب ماءه لغضي الطعام وأمر أن يأكل ما تيصر قبل النوم وأن لا يأكل الخبز وحده ونهى عن النوم عقب الأبي وقار أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقصوا قلوبكم وكان يشرب في ثلاثة أنفاس ويمص مصا ولا يعب لا يشرب مرة واحدة وإنما يمص ويقول القباد مرض الكبد من العب ولا يتنفس بالإناء ويشرب قاعدا غالبا ويشرب قائما لعذر وكان يحب شرب الباليد ويقره الحار وإذا شرب دفع البقية لمن عن يمينه وإن كان عن يساله أشرف أو أسن قال لصاحب اليمين أشرب قناه فإن شئت آثرته أي على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فصد في خلقه في اللباس وأما خلقه في اللباس لكان يلبس ما وجد كتانا أو صوفا أو قطنا والغارب القطن قميصا أو لداءا أو إزارا أو غيرها ويحب ثيابا خطر ولبس المدنة والحبرة والجبة والحلة الحمراء الحبرة لبسرباء والجبة والحلة الحمراء والقباء والثوب السازجة والأسود والفرب المعلم على أطرافه بسندس وكان أحب ثياب إليه القميص وفي خبر ضعيف أنه لبس السروان ولبس جبة خصر وينية مفرجة علي سجف من ديباج والطيلسان حال الحر كما في اليوم الذي أمر بالهجرة فيه صلى الله عليه وآله وسلم وكان له ثوبان الجمعة ومرض أخضر للعيد ويلبس العمامة الضيضاء والسوداء والأكثر البيضاء بغير قلل سوة وبها وقلل سوة وبغير عمامة ويجعل لها غالبا عذبة بين كتفين ولم تكن عمامته كبيرة تغذي الرأس ولا صغيرة تقصر عن وقاية الحر والبقر ولم يتحرر في طولها وعرضها شيء وما وقع للطبري أن نطولها سبعة أذرع في عرض ذراع وأنها من صوف لم يخبت وكان له عمامة تسمى السحاة فهو أبها لعلي رضي الله عنه فكان إذا قلم فيها يقول أتاكم علي في السحاة وكان ثيابه كلها فوق الكعبين وربما جعلها لمصف الساقي ويلبس ثوبه من ما يمينه وينزعه بالعكس ويقول عند نبسه الحمد لله الذي كسان ما أسطر به عرطي وأتجمل به وإذا لبس جديدا أعطى الخلق مسكينا القديم أعطاه للمسكين لا يرميه ولكن يستخدمه وكان له ملحفة مصبوقة بزعفران أو ورز وكان له خاتم من فضة وفصه منه ونقشه محمد رسول الله في ثلاثة أسطر وكان يتختم في خنص اليمينه ويسار لكن اليمين أكثر ويلبس النعال الستية والتاسومة والغف وكان فرشه من أدم حشه ليه من جلب طوله ذراعان وشيء وعرضه ذراع ونحو شبر وكان له عباءة تفرش له حيثما ينتقل يثنى طاقين تحته وربما نام على عصير وعلى الأرض جرداء وما عابد الضجع قط إن فرش لأ الضجع وإلا نام على الأرض صلى الله عليه وأله وسلم وكان يحب الطيبة وإذا عرض عليه لا يرد ويقرأ الريحة الكريهة ويتطير بغالية ومسك وسك ويتبخر بكافور معور ويكتحل بالإثمد ثلاثا في بلعين وكان له جوار وعبيد وعطقاء وهم من الغلمان أكثر وكان يبين ويشتري لكن الشراع بعد البعثة أغلف والبيع نالر وبعد الهجرة لم يحفظ البيع إلا في ثلاث سور والشراء كثير وآجر واستأجر والاستجار أغلم صلى الله عليه وسلم وأجر نفسه قبل النبوة لرعي الغلم ولخديجة رت الله عنها للاتجار وشارك ووكل وتوكل هذه أبواب في الفقه في الإجارة وفي الوكالة وفي البيع هذه أبواب في الفقه كما نعرفها كان صلى الله عليه وسلم أخذنا أحكامها منه وشارك ووكل وتوكل والتوكيل أكثر وأهلي له وقبل وعوض ورهب له وقبل واستعار واشترى بنقد وبنسئة وضمن عن الله ضمان خاصاً وعاماً وشفع وشفع إليه وشفع لمهيث عند أمرأتي بليرة لنراجعها فلم تقبل فلم يخطب لذلك صلى الله عليه وسلم وكان يكثر القسم بالله والثابت منه يزيد على ثمانين موضعاً فيها القسم بالله وكان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان يسمع الشعر من الشعراء ويعطيهم ويهبهم الخلع لأن كل ما قالوه ويقولونه إلى يوم القيامة قطرة من بحر كماله فأطاره لهم على قول حق وأما مدح غيره فوالباً زور وبهتال وكذب وكذب صوا صراح لا جار قال احثوا في وجوه المدحين الترى فزعم التلاف عظاة ليس هناك تعاض بين الأمرين إن كان المدح على كذب وزور إذا احثوا في وجه المدحين الترى وإن كان على حق ويزيد الإنسان طواضعاً فلا شيء فيه لأن الله عز وجل ذكر من صفات رسوله صلى الله عليه وسلم ما يستحق المدح والثناء فزعم التدافع غارة وسرق على قدمين وصرع وطلق وآلى من زوجاته فرقهم أقل من أربعة أشهر وسعم أنه ظاهر غارة قبير لم يظاهر من نسائه وضفر أغاف وداوى وتداوى بأدوية مفردة ومركبة ورقى واسترقى وحضر من الدخمة وكفرة الأكل وعالج الأمراض بالأدوية الطبيعية والإلهية صلى الله عليه وآله وسلم في معجزاته أبو الرابع في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم وهي كثيرة منها أنه انشق له القمر ونبع الماء من بين أصابعه فشرب العسكر كلهم وتلطأوا من قرم قدح صغير ضاق عن بسط يديه فيه وحن إليه الجزع الذي كان أخذ إليه لما فارقه للمنبر حتى سمع منه الناس ونسق صوت الإبل فضمه إليه فسكن وزويت له الأرض وسبح الحصى بكفه والطعام بحضرته وسلم الشجر والحاجر عليه وكلمه الضراء وشك إليه البعيد وسلمت عليه الغازالة وشهد له الذئب بالنبوة وسعت إليه الشجر من مغارسها ونظرت يعني خرجت عينه قتادة فردها فكانت أحسن عينيه وتفل في عين علي رجل ضوعة وأرمت فبلئت ولم يرمل بعد ومسح لجل بنها بيعتيك لما انكسرت فصحت وأخبر أنه يطرب وبي بن خلف فقدشه يوم رؤل خدشا يسيرا جدا فمات وعد في بدر مصارع الكفار قبل الواقعة فقتل كل منهم فيما عينهم صلى الله عليه وآله وسلم وفال في عثمان رضي الله عنه تصيبه بلوى عظيمة فكان ما كان وأخبر بمقتل الأسود العنسي في صنعاء ليلة قتله وبأن كسر قتل بفارس في يوم قتله ودعا لعلي رضي الله عنه بزهاب الحر والبرد فلم يحس بيما بعده ولابن عباس رضي الله عنه بالفقه في الدين وعلم التأويل فصار رحر ولأنس رضي الله عنه بكثرة المال والولد وطول العمر فرزق لئة ولد وعاش لئة سنة وصارت نخله تحميل في العام مرتين ودعا على عطبة ابن أبي لهب فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلاب فاكله الأسد وأطعم ألفا في غزوة الخندق من أقل من صاع ورمى الكفار يرمح ليل بقبدة من طراب فامتلأت أعينهم منها وانهزروا وأخبر بأدى عمار تقطوه الفئة الباقية وقتله جيش معاوية وخرج على مئة من قريش ينتظرونه ورع على رؤوسهم طرابا ولم يروا وقال لفن من صاحبه مجتمعين أحدكم في النار فماتوا كلهم مسلمين إلا واحدة يرتد وأطعم السلمة فمات الذي أكله معه وعاشه أربع سنين وأن در بأن طوارف من أمته يرسون البحر فوقع وأخبر بأن فاطمة رضي الله عنها أول أهله لقوقا به وبأن أطول نسائه يدا يعني السخية التي تعطي الزكاة أسرعهن بحقا به فكانت زينب أطولهن يدا بالسلطة وأولهن بحقا به ومسح ضرعشات حائل فضردق حائل يعني لم ينزو عليها خروف فلا يكون عندها لبن فضردق ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الحكام الدنيا العاص يشينه مستازئا به فقال كذلك فكن فلم يزل يرتعش حتى مات وخطر رأة فقال أبوها فيها عباس امتناعا من إجابته ولم يكن بها عباس فقال فالتكن كذلك فضرست حالا والله أعلم صلى الله عليه وسلم الباب الخامس في خسارسه صلى الله عليه وسلم وهي أنواع الأول الواجبات عليه وهي الطحى والوتر وراثمة الصبح سنة الصبح والأطحية نور الأطحية والأطحية والأفصح بالتجديد فنقول الأطحية والأطحية والسواق ومشارات العقلاء وذهير ممكن مطلقة ومصابرة العدو في الحرب وإنكث وقضى ردين ميت مسلم معسل وطلاق كارهة وتخير زوجاته بين الطلاق واللقاء والتهجد ثم نسخ الثاني المخرمات وهي الصدقة ولونفلة والكفارة وتعلم الخط والقراءة والشعر وروايته ونزع لأمته الذي يبقى ديها الدر في الحرب إذا لبسا قبل القتال ومد عينيه لمتاع غيره ولا تردن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه والإيماء إلى فعل مباح ففتل وضرب مع أمرار خلافه وتزوج الكتابية والأمى والمن ليستكثر ولا تمن تستكثر الثالث المباحا ويتزوج خلط تس وتزوجه محريما وبلا ولي وشهود وبرض الهبة إيجابا لا قبولا ووجوب إيجابته على امرأة خلية ليس لأزول رغبة فيها وتزوجه من شاء لمن شاء ومن نفسه متوليا للطرفين ومدخه بالمسجد جنوبا وإدامة قضاء نافلة وقت القراهة والوصار يعني بالصوم وأخذ صفي المغنم والغنيمة وخمص خمصها مع سهبه قضالين وشهادته لنفسه ولفرعه صلى الله عليه وسلم وحكمه لهما وجواز الشهادة له بما ادعاه ما عدم حلم الشاهد وشهادته كاثنين وحمى الموات لنفسه أخذها وأخذ طعام وشراب احتاجه لمالكه المحتاج إليه ولا ينتقد طهره بالنوم لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه وكذا الأنبياء عليه السلام الرابع الإقرام فمن ذلك تحريم زوجاته وسلاليه على غيره وأنه خاتم الأنبياء وأفضلهم وأول من تنشط عنه الأرض ومن يقرع باب الجنة ومن يدخلها ثم الأنبياء وأول شافعي ومشفعي وأرسل إلى الثقلين وأقسم الله بحياته لعمرك إنهم فيما في صفتهم يعمقون وكان لا ينام قلبه ويرى من خلفه ويبسر في الظلمة كما يبسر في الضوم ولا فيأ له لا ظل له في شمس ولا قمر ولا يقع الضباب على جسده وأجر تنفله بالصلاة قاعدا كقائم ويخاطبه المصل في تشهده وتنزمه إجابته إذا دعاه وهو في الصلاة ولا تغطل بذلك ويخرم رفض الصوت عنده يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوافكم فوق صوت النبي ونداءوا باسمه من وراء الحجراء والتكني بكنيته تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته ولا يورث صلى الله عليه وسلم وإنما ورث عمل يقول نحن معاشر الأنبياء لن نورس درغما وذالنا وإنما ورثنا علم ومن بركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الخلق جميعا لذلك قال من مات وله ضياع أو عقار عند الغلاق عقار فله ولأهله ومن مات وعليه دين فلي وإليه يرجعون إلى سدن النبي صلى الله عليه وسلم ليسد الدين عن المدين لأن الروحة تتعلق بصاحبها حتى يقضى الدين عنه فكان صلى الله عليه وسلم يقضي الدين عن المدين في بقية الأبواب كلها بعد ذلك الباب السادس في كلامه أحاديث اخترناها أو اخترها الإمام المناوي رضي الله عنه أحاديث جامعة أحاديث نافعة تنفع في العبادات والمعاملات والأكثر أنها تنفع في الأخلاف كل ما جاء في السيرة هنا ثابت بالأحاديث حتى ألفاظ الأحاديث حرص عليها الإمام المناوي وحرصنا عليها كماهين حتى نتعود ألفاظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر بعض المعاني الخفيفة حتى نفهم المعنى ولكن على ألفاظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نتشبس إذا تشبست بكلامه سرت معه نفسا ونفسا نفسا يعني مع سيدنا النبي ونفسا يعني كل ما يخرج من كلامه فكلامه مقترن بنفسك فتقول معه قلبا وقالبا صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث هي قصيرة ولكنها عظيمة المعاني قائلة المباني عظيمة المعاني وبعد ذلك في ذكر شيء من أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم فنتجاوز هذا وفي شيء نقرأ في الأدعية في الأدعية الأحاديث والكلام هو كثير واخترنا منها مئة وتسعة أحاديث نمشي ونقرأه جميعا بعد ذلك كله منفردا ونقرأ الباب السابع صفحة خمسة وستين في ذكر شيء من أدعيته صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ برقة الدعاء لأن هذا دعاء سيدنا النبي فكأنه حاضر بيننا وجل ربنا أن يدعو نبيه صلى الله عليه وسلم بدعانه ولا يستجيب دعاءهم فنحن نتمثل كأنه بيننا وندعو بألسنتنا والكلام أصلا لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يجيب هذه الدعوات التي خرجت من أفضل الكائنات ومن أفضل فمن مخلوق سواء الله وسلم الباب السابع في ذكر شيء من أدعيته صلى الله عليه وسلم ويرابعون الأول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شدت سهلا اللهم توفني فقيرا ولا توفني غليا واحشرني في زنبة مساكين وإن أشقى الأشقياء من اجتمع علي فقر الدنيا وعذاب آخرة اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن صلاة لا تنفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع اللهم اجعلني شقورا واجعلني صرورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعيني الناس كبيرا اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم استر عورتي وآل روعة وقض ديني اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خسر الدنيا وعذاب آخرة من كان ذلك دعاءه مات قبل أن يصيبه البلاء اللهم لا تخزنا يوم القيامة ولا تفضحنا يوم النقاء اللهم إليك أشهر ضعف قوته وقلة حيلته وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكني إلى عدو يتجهوني أم إلى صديق ملكته أمني إن لم يكن بك سخط علي فلا أبادي غير أن عافيتك أو سعدي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبه أو أن ينزل علي سخطه لك العطبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم طهد قلبي من النفاق وعملي من الرياض ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعمل وما تغفي السمول اللهم أغني بالعلم وزيني بالحلم وكرني بالتقوى وجمني بالعافية الثالث عشر اللهم عافيني في قدرتك وادخيني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنة اللهم إني أعوذ بك من شر الريح ومن شر ما تجيه بي الريح ومن ريح الشمال فإنها الريح العقيل اللهم آمن روعتي واستر عرتي واخفز أمانتي واقضي لي اللهم إنك سألتنا من أكسنا ما لا أملك إلا بك فأعطنا منك ما يرضيك عنها اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار السقى في دار مقار فإن جار البادية يتحول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشرهم وإذا أسألوا استغفرهم اللهم امتعني بسمعي ونصري واجعلهم الوارث مني وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثأري اللهم إني أعوذ بك من ديق الدنيا وديق اليوم القيامة اللهم اغفر لي ذنبي ووسعني في داري وبارك لي في رسقي فسئل عنهن فقال وهل تركنا من شيء اللهم لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اجعل لساني لأليأك علي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أملي وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي لك أسلم وبك أعمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصة اللهم اني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أنت ضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والمنس يموتون اللهم اني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم اني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيه ومن طعاتك ما تولغن به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصاحب الدنيا ومنتعنا بأسماعنا وأرصالنا وقوتنا ما أحيثنا واجعل الوارث منا واجعل ثقرنا على منغرمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل نصبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أقبر همينا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا من لا يبحاننا اللهم اني أعوذ بك من منقرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علمه الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأسمع نصيحتك وأحفظ وصيدة اللهم اني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم رب الإبريل والميكايل والإسرافيل أعوذ بك من النار اللهم اني أعوذ بك من الشيطان الرجيل وهمزه ونفعه ونفثه اللهم اني أسأل بالصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضى بالقلق اللهم اني أعوذ بك من الغفر والضلالة والفقر الذي يصيب بني آدم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضعنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجينا من النار وأصلح لنا شأننا كل قالوا زدنا قال أولسنا قد جمعنا الخير اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي وعمدي اللهم إني أستهديك لأرشل أمري وعوذ بك من شر نفسي اللهم انصرني على من بغى عليه وألني زأري ممن ظلمني وعافني في جسدي ومتعني لسمعي وبصري واجعلهم الوارث مني اللهم اعني على الموت وهوّرهم عليه بعد ذلك قال فصل السمن في وفاته ولكن نحن في يوم سعادة حتى نحزن بقراءته إن يقرأه يحبه بوفاته صلى الله عليه وسلم وإن كان قد انتقل يا رفق الأعلى بجسده إلا أن نروح معنا في كل مكان فما منكم من أحد يصلي عليه إلا رد الله على يروحي حتى أسلم عليه كم من ذاك إن ونصلم عليه في كل وقت محي حتى إذا وقف الخلق عن الصلاة والتسلم عليه فإن الخالق قد تكفل بذلك والله لا يخده زمان ولا مكان ولا حال فقال إن الله وملائكته يصنون على النبي بصيغة المبارع عنه في كل وقت محي فيما مضى وفيما وهال وفيما بقيا ونصلي عليه في كل زمان ومكان وحال الله تلالك وتعالى فلا أقل من أن نتشبس بهذا الأمر إذن نقرأ السيرة النبوية وهذه الشمائل العاطرة ومعد ذلك الإنسان إذا قرأ بإخلاص سينطق بنفسه من غير أن يشعر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وليس الشأن أن تصلي كلما سكر حتى لا تخرج من دائرة البخل لا نريد أن نخرج إلى دائرة الجود ودائرة الجود إنما جاءت إذا كنت بقليتك لله ورسوله كلك مالك وآلك لا يكون أحدهم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين وفي الختام نختم بحديث الإمام الترمذي رضي الله عنه في سننه عن أغيي بن كعب عندما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الإبل أو البعير توحش وتأبد كما جاء في الأحليس وأهلك لا يستطيعون الإمساك به فكان في غلفة كبيرة يهيج ويمشي ويخيفهم ولا يستطيعون السيطرة عليهم ماذا يفعلون خافوا منه بعد أن كان مستأنسا معهم ففي العصر إذا كان وهذا ما نستشحره إذا كان بغياتك ورائدك وآخذ يدك وموجهك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلجأ إلى الله إلا بسن النبي صلى الله عليه وسلم فساهوا إلى سن النبي تعالى إيش فيك قالوا البعير عندنا بعير كان مستأنسا والآن لا نستطيع أن نحكم زمامه أو نمسكه حتى وهو يهيج علينا في بيتنا وقد توحش والجمل يصبر كثيرا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في صفرها الشديد ولكنها إذا رضي لك الحليم إذا رضب تكون شديدة الرضب وربما تفترس من أمامها بس بعد إيه غضب شديد فشكوا لسن النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فذهب الجميع لا يستطيعون فتح الباب ودخول على هذا الجمع أو البعير ففتح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد البعير في آخر أبوكني فلما رأاه البعير فلما رأاه البعير وهو كان لا يستجيب لأحد ولا يصيد رأيه فلما رأاه ططأ رأسه الإبل هذا البعير ططأ رأسه ثم ذهب متواضعا إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى هكذا وجاء وربطه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه أصر للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يستجيب عجيبا زمان إيه شديق سعبلات حيوانا تتكلم الآن حديد يتكلم في المباشرات أو غير حديد يتكلم موصل أو غيرهم وهذه فارق ما بين الحس والوجدان ما بين القفر والإيمان بأنه إذا صح السند وكان اللفظ صريحا في معناه نقول سمعنا ورطعنا وطرانك ربنا وليه المصير إذا صح الطريق وإذا كان الكلام صريحا في معناه باللفظ بالنص أو بالظاهر فعلينا أن نقبله لأننا مؤمنون نؤمن بالغير من هنا فلما تعطى وأصار السيد النبي قال ماذا أنتم فاعلون بهذا الجمل فحكوا له إنه يبكي ويشتري منكم قالوا إن كنا نسنوا عليه يعني نحمل عليه الماء من البيت إلى البيت ونبيع وهكذا الماء والآن قد كبر وشاخ فتعازمنا واكتمعنا واتفقنا أنا وإخواني أن نذبحه يا رسول الله فقال أستخدمونه طول الوقت هذا كله وبعد أن يعمل معكم هذا المجهود ثم بعد ذلك تأتون لتذبحوا هذه هي جائزته عندكم إن هذا الجمل له حال لا يعمل إلا الله ألا الله عز وجل فسيد النبي قال لهم بيعوا لي هذا الجمل لأنه شكى لي هذا وشكى لي تعذيبك وتعذيبكم له فقالوا رسولنا منك إيه خذوا يا رسول الله فأخذه رسول الله وشكى سلام هدية فوضعه فيه بالسلقة يسوم مع الإبل في الصحراء والزرع كمان يشاء وكمان لأنه أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم بالخلق صلى الله عليه وسلم عندما وجد الصحابة هكذا سيدنا جابل في رواية وسيدنا أبي بن كعب في رواية سيدنا جابل يقول يا رسول الجمل وجدناه يسجد لك عشان نتكلم لمن يتكلم في التشدد وخيره فيقول نسجد لك يا رسول الله فقال ما ينبغي السجود إلا لله عس وجل وهكذا الكامل من الخلق يعرف ما له وما عليه يعرف ما للخلق فيعطيه مياه ويعرف ما للخالق ولله فيوجه إليه ولذلك العبادة نحن مقرون لا تكون إلا لله عس وجل لا كما يدعي البعض فقال نسجدك هذا ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كنت لو ولو حرف امتناع لامتناع يعني هنا لن يأمر أحد فلن يكون سجود لن يقع الشرط ولن يقع الجواب لذلك سمع حرف امتناع لامتناع ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد وهو لنيوهم لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فلما الصحابة شكوا كي وسل نبي وضعهم في المكان الصحيح إن العبادة الله وحدك جاء حديث الترمسي عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لما شاف هذا الأمر إلى عصمة ده كده معناه أنني لا أطلقك يا رسول الله ده انتهدي من السبب ده انت كل شيء معك نسأل نسب لك أن تسجد إليك هذه النسبة عظيمة فأنا أريد أن أتمسح فيك أريد أن تبقى معي ليلة أريد أن لا أغادر ساحتك أريد أن لا تفرقني براغتك كيف فقال يا رسول الله في الحديث وإذا حديث حسن صحيح كما قال لهم التجميع قال يا رسول الله لأجعلن ثلث وقتي لك تلك الوقت لك فقال خير فإن زدت فهو خير وإذا في الفقه بنسميه الوقف وقف العمور على الشيء أنا أوقف وقتي على الصلاة والسلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنت تنوي كده يبا تأخذ ثواب الوقف وتأخذ ثواب الذكر وتأخذ ثواب الانتساك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبا أن باب الوقف لأجعلن ثلث وقتي لك قال خل فإن زدت فهو خير قال لأجعلن نصف وقتي لك قال خير فإن زدت فهو خير قال لأجعلن ثلثي وقتي لك التلتي قال خير فإن زدت فقال لأجعلن كل وقتي لك يبا هجعل كل وقت لك يجي هنا علماء الأصول يتكلمون يعني إيه كل وقت لك يعني هو لا يدخل الحمام لا يكون مع زوجته لا يكون في الصلاة المفروضة قالوا الوقت المحتمل الذي لا يكون مشهولا فيه بواجه وهنا بيسموه الكلام عام ولكن خص بالعقل يعني بالعقل كده دي سنة يدخل الخلال ويقوم مع الزوجة ويقوم وقت طعام وغيره ده مش يصنع سنة النبي فيه لأنه مجهول فيسموه التخصيص بالعقل في وصول الفرقة زي قول تعالى تدمر كل شيء بإذن ربها أو بأمر ربها تدمر كل شيء الريح ويتضمر كل شيء بس في شبق الكل شيء قابل للتدمير إبقى هنا أصلي على كل وقتي يعني في الوقت الذي لا أكون فيه مشهولا بواجه لله عز وجل أو بما أوجبه علي بحق زوجي أو أولادي أو وطني إبقى قال لأجعلن كل وقتي صلاة المسلام عليك كل وقت وهذا شيء جميل شيء جميل قالوا إيسا أن يقفل كده ويملازل الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه يحكمه سعادة الدنيا والأخير سعادة الدنيا في إيه؟ قال له هو عدم الانشغال بالرزق الأولاد ونعاوس آكل واللقمة وهكذا لا تنشغل بالرزق ربنا يريح قلبك ولا تكون متشوفا ولا متضلعا للرزق الشيء الثاني أن يوم القيامة تأتي مغفورا ذنبا إذن يسموه الستر في الدنيا وفي الآخرة ففي الواية المتنش يقول إيه؟ إذن تكفى همك إله هم الدنيا ويغفر الله لك ذنبا في الآخرة فسعادة الدنيا والآخرة في ملازمة الصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا اليوم المباراة بل في كل لحظة ونفس لأننا قلنا في الأول إذا صاحبت نفسه وأنفاسه لا تستطيع أن تستغني عنه ده أنت لما تدخل لأي مكان وتشوف إنسان كل يوم عشر عشرين مرة لا تستغني عنه فما بالا إذا صاحبت أنفاسه الشريفة في كل وقت وحين فيأتي كلام هنا سيدي أبو العباس المرسي فلما يتكلم سيدي أبو المرسي لو خاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة علم ما أعددت نفسي من المسلمين يبقى في كل لحظة هو مع سيد أبو العباس المرسي وسيد أبو العباس المرسي ذاته من سيد أبو الحسن الشازني وسيد أبو الحسن الشازني كان يقول على سيد أبو العباس المرسي هذا الذي في الإسكندرية إن أبو العباس لأعرف بطرق السماء منه إلى الأرض يعني بيطلع في السماء عارف الطريق مباشرة ويعرف طريقه إلى الجنة وطريقه إلى الله عز وجل أكثر ما يعرف بيته في حياة الدونية وده أورد في أحاديث إن المسلم لما يذهب في يوم القيامة يعرف طريقه للجنة أكثر من تعرف تلقق في هذا البيت السماء سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم إذن الله يعرفهم هذا إذن بماركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المبارك للإمام المناوي رضي الله عنه ونفعنا به بالدارين قد أجزتكم به وقد أجزتكم به مناولة بع المجاز لأن الناس الموقنون لزمها أفوقهم وأجزتكم به قراعة وهي من الأشياء أو من أدوات التحمل في الحديث الكبيرة السماع والقراعة فأنا أردت أن لا يقرأ أحد منكم هذا وأن أقرأ أنا حتى تنظروا أنتم في الكتاب وأنا أقرأ فيكونوا سماعا فتجمعون بين النظر في الكتاب وبين السماع وهذا من أعلى تحمل الأحاديث في مصطرح الحديث كما قال العلماء في ذلك فعلينا أن نفى مزالك وأسيكم في هذه الإجازة الطيبة لتقوى الله عز وجل في السر والعلم وفي الجهد والخفاء وأن نتمثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أوقاتنا وأن لا نخطوى خطوة إلا وهو معنا وأن نراحظه في كل شيء فإذا ضخصته في كل شيء كانت الرحمة معك في كل شيء وإذا كانت الرحمة معك في كل شيء سأخذك الرحمة إلى السكينة وإلى رب العزة يوم القيامة حتى ننظر إلى وجهك الكليل ونتملى منه في اليوم أكثر من مرتين لأن المؤمن العديد سيأخذ الجنة يرى ربه في اليوم مرتين يوم القيامة في الجنة ولكن أهل القرب وأهل المعرفة يرون الله عز وجل كما يقسم الله لهم عز وجل فعلينا أن نتمثل بهذا وأن نكتر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وأن نفشي وننشر مجالس التحديد والقملاة وأن نتكلم في كل هذا وأن نعرف كل أمر تعمله سيدنا النبي ربنا عز وجل ليعطيت أمامه